أعزائي المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب Made in China صنع في الصين منذ أواصط القرن الماضي ومعظم المنتجات التي نستخدمها سواء من الحذاء الذي نرتديه في أرجلنا إلى التليفون المحمول الخلوي الذي لا نستطيع الاستغناء عنه مرورا بكل ما قد يخطر على بالك من المنتجات والاختراعات التي نحتاجها والتي لا نحتاجها الضرورية والكماليات منها كلها أحبائي تأتينا من الصين حتى أنه صرنا نقول بعد أن كنا نقول مصر أم الدنيا صرنا نقول الصين أم الدنيا ولكن اليوم المنتج المصدر لنا من الصين أحبائي يختلف تماما عن كل ما سبق ذكره إنها بدعة بدعة خطيرة وهذا بتصنيف السلطات الصينية لها إيفل قلت بدعة شرانية شريرة خارجة من المسيحية للأسف الشديد وتنصر وتجمع وتجند أشخاصا كثيرين في ظرف تقريبا عشرين سنة ستة مليون نسمة من الصين والآن قد خرجوا خارج الصين يستخدمون الانترنت والفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي يدفعون ويستأجرون أشخاصا من الدول العربية والدول الأوروبية والأمريكية وهكذا يتعلمون اللغة يتقنونها يصرفون أموالا طائلة على نشر والترويج لتعاليمهم المضلة ولقد صعقت أنه منذ سنة تقريبا وأنا ألحظهم لكن لم أبالي بهم كثيرا ظننت أنهم في الصين ولكن عندما في الفترة الأخيرة منذ شهرين وحتى اليوم رأيت الكم المهول الذي يصرفونه من ترجمة هذه التعاليم الهرطوقية والبدع التي ينادون بها وكيف أنهم قد دخلوا وتغلغلوا في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة صفحات الفيسبوك بين العرب كل المستخدمين العرب ويدخلون ويتلبون الصداقات ويستخدمون أشخاصا يتكلمون اللغة العربية ويستخدمون المترجم الآن بسرعة ويدخلون إلى جروبات مجموعات فيها ألاف وربما عشرات الألاف من الأشخاص واكتشفت لما زرت موقعهم وصفحتهم اكتشفت كثير من الأصدقاء الذين معي على صفحتي عن فيسبوك موجودين هناك أيضا فدقيت ناقوس الخطر وليس خوفا على نفسي ولكن خوفا على إخوتي وسنرى أحبائي كيف للأسف الشديد أنه كيف يستخدمون أسلوب التدرج لن يقول لك عن صميم هرطقتهم وعن جل غرضهم من البداية لكن يبتدئون معك من الكتاب المقدس وباسم يسوع وباسم المسيح وشوي شوي قليلا فقليلا ورويدا رويدا يأخذوك بعيدا عن الكتاب وعن المسيح ويكونوا قد غسلوا دماغك بيعملوا لك brainwash indoctrination وبعد ذلك يا حبائي عندما لا تستطيع يفصلونك سنرى الوسائل والطرق التي يستخدمونها isolation بيعزلوك عن عائلتك عن مجتمعك عن الناس الذي أنت تكون معهم ويحتضنوك ويضموك ويقدم لك جميع أنواع المساعدات سواء المالية أو العاطفية أو التشجيع والمدح والإثناء والإطراء عليك إلى ما هنالك وللأسف الشديد كثيرون يقعون في براثنهم قبل ما أصنف ما هي البدعة كيف نعرف البدعة والقائد أو القادة في هذه البدعة ما هي مواصفاتهم وكيف ما هي أهم المواصفات التي عليك أن تبحث بها عندما يأتيك شخص بتعليم جديد صلاتي أن تكون سبب بركي لإلك لكن دعني أولا أقول لك هذه البدعة الخطيرة التي اسمها كنيسة الله القدير God Almighty Church or the Church of God Almighty ابتدأت هذه البدعة في تسعينيات القرن الباضي بالتحديد في سنة 1991 في بلد الصين وابتدأت بهذا الاسم البرق المشرقي Eastern Lightning هكذا كانت البداية وبعدين صار اسمه كنيسة الله القدير The Church of God Almighty حيطلعنا المخرج أول سلايد لكي تروا أحبائي كيف عندما يأخذ آية من نصها وتفسر تفسيرا بمعزل عن النص وعن الكتاب تطلع بتعليم وبدعة ودائما كنا نقولها الكلام وهذا أكبر أكبر مثال لهذا الأمر وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماوات السماء وقوات السماوات تتزعزع وجريت المخرج بيطلع لي كمان سلايد رأم تسعة لحتى نشوف بقية هذه الآية وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيستخدمون هذه الآية وآيات أخرى قالها الرب يسوع كما يخرج البرق من المشارق إلى المغارب هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان يأخذون هذه الآيات خارج نصها ويبنون عليها تعاليمهم الخاطئة فإذن المسيح هنا في متى 24 لؤى 17 في أماكن أخرى يتكلم عن مجيئه ثانية في الظهور كيف أنه سيظهر وكيف أنه ستره كل عين والذين طعنوه فكان يتكلم المسيح علنية عن مجيئه ويقول هذه العلامة يبصرون علامة ابن الإنسان في السماء فهذه المجموعة مبتدئة بامرأة قالت أن المسيح قد رجع أنا هو المسيح فإذن يقولون هذه الجماعة تقول أن المسيح فعلا قد رجع ورجع كما يخرج البرق من المشارق إلى المغارب طوان شفنا شيء نحن ما شفنا شيء لكن هذا البرق هو شخص المسيح الذي عاد إلى الأرض متجسدا مرة أخرى تجسد المسيح مرة أخرى في صورة امرأة صينية في صورة امرأة صينية لن يقولوا لك هذا الكلام لما طلعت على الموقع طبعا ما بيقولوا هذا الكلام اضطريت أن أبحث وأبحث وأبحث لكي أصل إلى أعماق ما يعلمون به المرأة الصينية التي ابتدأت هذا العمل هي الموجودة الآن في أمريكا والقادة المازال هناك هم الآن تحت الاضطهاد من الحكومة والسلطات الصينية حنقلك ليش بسبب الأعمال الإرهابية التي يقوم بها وما حدا بإلك الكلام لكن يفضلون استخدام اسم كنيسة الله القدير هي حركة دينية جديدة كما قلت تأسست في أوائل تسعينيات القرن المنصرم 1991 في الصين تقول السلطات الصينية أن تعدادهم أكثر من 4 مليون لكن الخبراء والمتابعين لهذه الحركة يقولون فقط في الصين 6 مليون غير الأشخاص في كل أنحاء العالم الذين يجندونهم معهم مثل ما شفنا أن هذه التسمية لمفهوم خاطئ لما تكلم به الرب يسوع بمتة 24 ولوق 17 وأماكن أخرى كيف أن مجيئه كما أن البرق يخرج من المشارق إلى المغارب هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان سوف يرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بمجد وقوة كثير يسيئون استخدام وتفسير هذه الآيات ويقولون أن المسيح عادة وتجسد فهنا مفهوم خاطئ للتجسد ويصورون المسيح عائدا في صورة امرأة تشويه خطير للحقيقة الكتابية ولحقيقة شخص المسيح لقد من بعض تعاليمهم المضلة أن الرب يسوع قد رجع فعلا إلى الأرض متجسدا مرة أخرى في صورة الله القدير فإذا هذه المرأة الصينية هي تقول عن نفسها أنها الله القدير المتجسد وهذه المرأة ليست في صورة رجل كما وصل المسيح منذ ألفين عام كلا لكن في صورة امرأة صينية لماذا؟ لكم أن تستغربوا لماذا؟ اسمع للقيام بعمل الدينونة والتأديب والإخضاع بالقهر للقيام بعمل الدينونة والتأديب ما هو عمل الدينونة؟ أن يخضع كل إنسان للحق الإلهي كمان مفهوم خاطئ للدينونة لا الله بالدينونة بحسب الكتاب المقدس لن يخضع كل إنسان للحق الإلهي لا الله سيدين وسيرسل إهل الجحيم الدينونة الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت الدينونة أنت رفضت المسيح أنت لم تؤمن بالمسيح لم تعرف الله الحي الحقيقي لم تتم عن خطيئك اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لكن يقول أن الخلاص باستخدام الكلمة كيف الخلاص عند هذه الحركة الخلاص يكونون أنه أولا التطهير فهذا المسيح القدير الذي رجع في صورة إمرأة الصينية سيقوم بعملية التطهير للأشخاص الذين يقبلونه فالتطهير وبعد ذلك التغيير وبعد ذلك التخليص يعني الأمور المعكوسة لقد رفضوا كلمة ها قد رفضوا كلمة الرب فأية حكمة لهم يقول الكتاب عندما نرفض كلام الرب وكلمة الرب الكتاب المقدس أية حكمة لنا سنكون يا أحبائي أدمغتنا وأفكارنا وأذهاننا ستكون ملعبا للشياطين وستكون ملعبا لكل ريح تعليم ولهذه السموم وهذه الرياح الخطرة المدمرة أرواح التعليم الشريرة لكن صلاة أن المتابعين أحبائي أننا نكون قد وصلنا إلى مرحلة البلوغ ونستطيع أن نميز بين الخير والشر بين ما هو إلهي وما هو شيطاني بين ما يتفق مع الكتاب وما هو ضد الكتاب ولكن أنا أشكر الله لأن كثيرين يأتون للرب يسوع في هذه الأوقات وكثيرون يؤمنون بالرب يسوع المسيح فشكرا لله من كل القلب فعنا يوجد عندنا أشخاص بالغين في الكنيسة في المسيحية شكرا لله من كل القلب لكن عندنا أطفال في الإيمان ومن أجل هذا أقوم بهذه البرامج وأخذ هذه المواضيع وأتطرق إلى هذه البدع والهرتقات لماذا؟ لأجل إخوتي الذين ولدوا حديثا وآمنوا بالرب يسوع المسيح حديثا ولكي لا يعثروا لكي لا يسقطوا في براث هذه البدع المهلكة لكي نستطيع أن نقدم لهم الوقاية من كلمة الله نحذرهم وإن كان أحد قد أخذ في مكيدة هؤلاء المضلين صلاة أن الرب يرجع الكثيرين من هذه الضلالة المدمرة والمهلكة السلطات الصينية يعتبرون هذه الحركة بأنها بدعة شر ولقد اتهمت هذه السلطات الصينية اتهمت هذه الحركة وأتباعها بالعديد من الجرائم وثبتت هذه التهم واعتبرتهم بأنهم حركة عنف وإرهاب حركة عنف وإرهاب خليني أقول لك بعض الأمور التي اتهموا بها في عام 2011 في سنة 2011 هذه البدعة عضو من هذه البدعة فرد من الأتباع هذه البدعة قطعت بلعوم ابنها بنتها عفوا يعني ذبحتها كان عمر البنت شهرين لكن تتخيل لماذا أنا ما قدرت تصدق هالكلام لأن ابنتها كانت عائقا في طريق طريقها لهذه الأم أنها تخرج إلى الشارع وتنادي بتعليم هذه البدعة وبسبب أنها لم تستطع أن تخرج كما يجب وتبشر بحسب تعليمهم لقد سحبوا منها مركزها المرموق الذي كان لها في البدعة فلهذا انتقاما قامت بأن قطعت بلعوم ابنتها في عام 2012 هذه كلها مؤكدة ومسجلة وفي الـ Public Records بالصين في عام 2012 مجموعة من هذه البدعة قاموا بطعن 22 طالب مدرسة أو جامعة وشخص بالغ يمكن كان معلم أصيبوا بطعن بالسكين ليس من إرهاب مسلم لكن من أفراد هذه البدعة في مدرسة رئيسية في الصين وتبين أن الجنات أفراد في هذه البدعة الرهيبة كمان بنهاية عام 2012 قامت السلطات الصينية باعتقال أكثر من ألف عضو في هذه البدعة بسبب نشرهم إشاعات أن العالم سينتهي في نهاية عام 2012 في ديسمبر 2012 وبحسب ما هم قد تنبأوا شوف الأمر الأكثر من هيك من يرفض أن ينضم لهم أو من يدخل ويمشي معهم ويحضر اجتماعاتهم لفترة معينة وبعد ذلك ربما يكتشف حقيقتهم أو لا يشعر بالراحة ويريد أن يخرج وبعد ذلك يقرر أن يتركهم يضربون ضربا مبرحا من أعضاء هذه البدعة وينتقم منهم وقد يقتلوهم بعام 2010 وجد صبي وجد صبيا ميتا ولوحظ علامة البرق علامة البرق على the bottom of his foot على قدمه الأسفل من تحت على قدمه أسفل القدم لوحظ علامة البرق موجودة هناك وذلك لماذا؟ لأن واحدا من أبوي ما أعرف إذا أبو أو أمو كان مع هذه البدعة وقرر أن يترك هذه البدعة فقاموا بقتل الإبن انتقاما بعام 2014 تناولت محطات الأنباء الصينية هذا الخبر الملوع في 31 مايو أيار 2014 حادثة قتل رهيبة في مطعم ميجدانوز في الصين في بجين والضحية كانت امرأة عمرها 37 عاما اسمها وول شريان حيث قام أعضاء هذه البدعة بضربها بالعصي حتى الموت لأنها رفضت أن تنضم لهم وكلموها ورفضت أن تعطيهم رقم تليفونها وأن تنضم لهم فقاموا بضربها حتى الموت لما سمحت السلطات لريبورتر صحفي أن يدخل للسجن ويتقابل مع الشخص الرئيس الذي قتلها قال له مع من أنت؟ قال له أنا مع جماعة كنيسة الله الحي القدير عفوا كنيسة الله القدير سألوا لماذا فعلت هذا؟ إنها شيطانة أجاب وبها روح شريرة وكان يجب أن أقتلها وهذه المرأة ماتت أمام عيني ابنها البالغ من العمر ستة سنوات كان ردفع للحكومة الصينية حملة بلا هوادع وبلا شفقة على تلك البدعة كنيسة الله القدير هم الذين يأتون للناس بنعومة الحية وبخبث الذئب في ثياب الحملان يبدون مسالمون مرتبون بيلبسوا لك الباس كالورفول بيحكوا لك كلام حلو جذاب بابتسامة عريضة يتكلمون بكل نعومة وبصوت جذاب يهدمون أقوال الكتاب المقدس دون أن تدري إن كنت لا تعرف الكتاب المقدس فسوف يخدعوك يخدعون قلوب السلماء والأمناء يشككون بكلام الله بيقولون كيف أن الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يحتوي على كلام الله حتى مفهوم الكتاب عندهم غلط ويتكلم عن أعمال الله ألا هذا يتعارض مع الله الله غير محدود فمش ممكن أن يحد نفسه في كتاب فلابد أن يكون عنده كتب أخرى يأتوك بهذا المنطق وشأكيد الإنسان ما بيعرف ومش داخل بهالأمور فيبدو المنطق كأنه منطقي المنطق اللي أحب يحكوا فيه إنه لا منطق ولا من يحزنون لكن للأسف الشديد يأتون بهذه الخدع ويأتون بهذه الحيل بعد أن يدخل الشخص معهم لمدة شهر شهرين أو ثلاثي يقولون لهم إذا أردتم أن تسيروا في طريق الله الجديد إذن عليكم أن تتركوا الكتاب المقدس واو فشوي شوي قليلا فقليلا يبدأوا يكشفون عن القناع عن حقيقتهم فيميطون اللثام قليلا فقليلا عن حقيقتهم يقولون بعدين لا يوجد أي شخص عنده الثقة الكاملة بصحة الكتاب المقدس يعني بكلمات أخرى الكتاب المقدس لا يثق به يقولون الكتاب المقدس يقولون عنه أنه فقط سجل تاريخ أعمال الله فقط يعني هذا بسجلنا تاريخ أعمال الله ويتكلم فقط عن شهادة المرحلتين الأولتين من أعمال الله ويشيرون بهذا إلهتين المرحلتين الأولتين هما عصر النموس وعصر النعمة لكن بحسب اعتقادهم يقولون أن عصر النعمة قد انتهى في عام 1991 وأن الروح القدس غادر الكنيسة وغادر كل المذاهب وكل الطوائف وصارت الكنيسة والمسيحية صارت الآن صحراء قاحلة وأنه فقط الله يركز عمله في هذه البقعة من العالم في الصين والروح القدس هناك وقد تجسد في هذه المرأة الصينية اللي بتسمي حالة مسيح آخر الأيام بتسمي حالة الله القدير وبالتالي الآن ابتدأ عصر الملكوت عصر الملكوت فبتقدر تشوف أن الثيالجي تبعهم الليهوت تبعهم فهم الكتاب فهم مشوه فهم خاطئ تماما تفسيرات رهيبة لا علاقة لها بالكتاب المقدس لا من قريب ولا من بعيد لذلك يقولون لا يمكنك أن تفهم أعمال الله وفكرة الله من الكتاب المقدس فعليك أن تقرأ كتابهم كتاب اللي سموه الكلمة يظهر في الجسد تقريبا في أكثر من مليون كلمة الكلمة يظهر في الجسد مبنية على الآية يحنى 1.14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا كمان مخدين هذه الآية التي تتكلم صراحة عن الرب يسوع المسيح لكي يطبقوها على هذه المرأة الصينية وعلى فكرة بعد ما تدخل معنا شوي بالأول بيقولولك The Lord Jesus الرب يسوع لكن بس تدخل بعدين بصير يقوله يسوع بدون رب في زمن يسوع بحسب ما قرأت يقولون في زمن يسوع هذه القراءة لأشخاص متطورين يعني صار لهم فترة معهم في البداية لما عن بقرأ كنت ببدايات كانت الرب يسوع يقولون الرب يسوع لكن لما بتدخل بعدين بيقولولك يسوع بدون رب لم يعمل يقولون أن يسوع بحسب كلامهم لم يعمل وفقا للكتاب المقدس ولكنه تكلم بحسب رأيه هو وبحسب عمله هو لم يهمه ماذا يقول الكتاب المقدس يا لتحريفكم يا لتحريفكم الرب يسوع الذي يقول لأني لهذا نزلت من السماء لا لأعمل مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني وانتو عم بتقولولي أن الرب يسوع عمل مشيئته ولم يعمل وفقا للكتاب المقدس وين انت بقولي بتقول عنه ويعظم الشريعة ويكرمها وين اللي بقول وشريعتك في وسط أحشائي أن أعمل مشيئتك يا إلهي سررته وشريعتك في وسط أحشائي وين هذا الكلام؟ شايفين يا حبائي؟ للأسف الشديد الشخص اللي مش فاهم ومش عارف الكتاب فحينخدع بهم يقولون لا بد أن تقبلوا قيادة الله القدير اليوم وأن تدخلوا في عمل اليوم لأن هذا هو العمل الجديد ولم يسجله أحد من قبل في الكتاب المقدس يقولون إن عمل اليوم هو طريق لم يسر فيه إنسان من قبل ولم يره أحد من قبل إنه عمل لم يعمل قبل هذا من قبل إذا أردت أن تصير الطريق الجديد لليوم فعليكم الابتعاد عن الكتاب المقدس ومن ناحية أخرى يحذرهم من القصص والخدام الأفاضل الذين يكرزون بكلمة الله يحذرهم يحذرون أعضاءهم ومتابعيهم والذين الأشخاص البسطاء الذين يحاولون أن يستدرجوهم ويغسلون أدمغتهم فيحذرهم من مين من الرجال الله الأطقياء والأمناء الذين يعرفون الكتاب المقدس ومن ناحية أخرى القصص يقول لكم إن كلمة الله وعمل الله في الكتاب المقدس فقط وأن كلام الله موجود في الكتاب المقدس لا تصدقوهم فيحذرهم من الكتاب ويحذرهم من خدام الكتاب المقدس لذلك يقولون أيضا عندما قال المسيح فهلأ ابتدأوا بالتفسير الخاطئ إن ابن الإنسان سيأتي في أواخر الزمان سينزل كان يقصد أنه في الأيام الأخيرة سيتجسد مرة ثانية فعني فهمين أنه في مجيء المسيح الأول لما نازل تجسد ففي مجيء الثاني لما حينزل كمان ألا حيتجسد مرة ثانية وبحسب زعمهم أنه تجسد في هذه المرأة يعني أنا وعن بيحكي الكلام المضحك المبكي أمر سخيف لكن أنا بالنسبة لأيليش أكيد أنا سخيف ولا أبالي به يعني مش لعب أولاد يعني حتى ولا أكترث له لكن مثل ما قلت لكم يا حبائي لما شفت لما رأيت أن أخوة وأصدقاء على صفحات التواصع الاجتماعي صاروا أصدقاء معهم وعمالي بيكتبوا تحليقات حلوة معاهم فأنا دقيت ناقوس الخطر وقتلق معاش بدا أنا بالنسبة لأيلي هذا كلام يعني أي كلام سوري بس للأصدقاء الجدد وللمؤمنين الجدد وللأشخاص الذين راجعوا للرب حديثا أو حتى يمكن بعدك أنت مش مؤمن بالمسيح وهنا خليني وقف شوي وأقول لك أنت ما تزال تمعن في رفضك للمسيح أوكي أنت مش عم تقبل للحق لأنه المسيح هو الحق طيب شو رأيك أنك هلأ لما بتروح وراهم هتقبل الكذب أنت شايفش عم يصير معك أنت عم ترفض المسيح أنت مش عم بتتوب عن خطيك أنت لا تأتي مذعنا عند الصليب وبتقول له اللهم ارحمني أنا الخاطئ وأنت عم بتقول ليس الآن ليس الآن ما بدكش تقبل للحق طيب تفضل هذا الكذب وحتقبله وحتقبله عن برضى خاطر فأهيب بكل إنسان يشاهدني الآن أنك تشوف وضعك وين أنت وين أين أنت من الله الحي الحقيقي؟ أين أنت من الكتاب المقدس؟ أين أنت من التوبة؟ أين أنت من حياة القداسة؟ أين أنت من حياة الوجود ومعرفة الغرض؟ والمعنى في الحياة صلاتي إنك اليوم إن كانت هذه البدعة لا تعنيك لا من قريب ولا من بعيد لأنه هذه تهيئة لما سيحدث بعد مجيء المسيح في الاختطاف بعد ما يجي الرب يسوع ويأخذ الكنيسة سيرسل لهم الله عمل الضلال لأنهم لم يصدقوا الحق ليؤمنوا فسيرسل لهم عمل الضلال وعمل الكذب وما نراه اليوم إلا السامبل هو مجرد عينة صغيرة فقط ستة مليون راحوا وراهم طب شوف لما حييجي النبي الكذاب ولما حييجي الوحش الروماني الملايين المليارات حتروح وراهم وحيصدقوا الكذب وحيعبدوا إنسان الخطي صلاتي إنك ما تكون هذا الإنسان صلاتي إنك تكون عائل وإنك اليوم تكون حكيم وإنك تتوب وتسلم قلبك للمسيح رح ينشع بعد الفاصل وبعدين حنفتح الخطوط وأستكمل معكم الحديث عن كاشف هذه البدعة وبعد ذلك أحبائي أتكلم قديلا عن مواصفات البدعة وبانتظار أسئلتكم وأرأيكم أعود بعد قليل أرأيكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب موضوعي اليوم كشف حقيقة كنيسة الله القدير المزيفة والأسف الجديد يستخدمون هذه الألقاب التي لله نعم الله القدير قال الرب لإبراهيم أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا الله أحبائي رب يسوع واحد من أسماءه قبل التجسد والنبوة لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا بالترجم العربي إلها قديرا لا بالأصل العبري الله القدير أبو الأبدية رئيس السلام فإذن يأخذون ألقاب المسيح أسماء المسيح ويعطوها لأنفسهم ولأشخاص لا علاقة لهم بالرب يسوع لا من قريب ولا من بعيد مثل ما قالت أحبائي الخطوط مفتوحة اللي عنده أي سؤال عن هذه البدعة اللي عنده أي انكاونتر صار معك تواصل معهم حاول يتواصل معك يعني برحة لما أعلنت عن الخدمة كان عندي خدمة على الفيسبوك وبعدين في أشخاص قالوا لي نحن بالفعل استغربنا كيف أشخاص صينيين وكادمين عربي وعم يطلبوا صداقتنا ويستدرجوننا قليلا قليلا ومثل ما قالت اللي عندهم قوة مالية رهيبة فعم يستخدموا ملايين الدولارات في أن يوصلوا تعاليمهم الهرطوقية معي أخ الحبيب الأخ الفاضل خادم الرب الأخ كريم الإيراني أهلا وسهلا فتلام ونعملك أخوي إسماعيل الرب يبارك حياة أشكرك أخ الحبيب كريم تفضل أنا أيضا أشكرك جدا على هذا البرنامج وهذه الحلقة الرائعة جدا هذه الهرطغة يعني هرطغة مميتة جدا وأنا من فترة طويلة بالحقيقة يعني تواصلت معهم شخصيا يعني هم ناس صينيين ولكن يتكلمون لغة العربية بالطلاقة يعني أحسن مني ومنك أيضا وعدهم يعني ناس في كل مكان تواصلت مع الأدام حسب عدهم هم في موغع اسمه بشارة جيل الملكوت طبعا هذا الموغع متطورة وما تدخل يبعث لك رسالة وتواصلت مع ناس ناس من كندة وناس من أمريكا وكل خدامهم نساء يعني أكثر خدامهم اللي تواصلت معهم نساء فطلبوا مني إيميل قالوا لعطينا إيميل لكي نعطيك إيماننا طيبهم الإيميل بعتولي سبع كتب الكتاب الأساسي اللي هم وقالين عليه على مدائرة حمراء الكلمة يظهر في الجسد تقول هذا هو كتابنا الأساس اللي احنا مؤمنين به الكتاب الثاني اسمه أغوال المسيح والكتاب الثالث اسمه كلاسيكية الله والقرافي تسمع الصوت والحمل يفتح الصفر مع السؤال وجواب ولكن في كل هذه الكتب أنا غريب فيها الكتير يعني في كل هذه الكتب لم أجد إيمانهم اللي يؤمنون بي إيمانهم اللي يؤمنون بي هو إيمان متخفي لا يعلنناه لا أحد ثلاثة في الشديد وكتير من الأحباء المسيحين مخدوعين بهم بالفعل يعلقون على كل منشوراتهم في فيسبوك كتير من أصحاب اللي معي يعلقون معهم آمين الرب يباركهم ما يعرفون ما هو إيمانهم أساسا فلما تواصلت مع هؤلاء الناس قلتوا ما لديت أسلم مباشرة يا رجال تسألوني أين ظهر المسيح الرب يسوع المسيح قال لما أظهر كل العالم تعرف وأتي على أسحابه من منكم أنه شاف أتى على أسحابه وكيف كل العالم لماذا تأخذ هذه النبوة تحقيقا ليه ما تأخذ نبوات أنه يأتي بطريق خلساء لا يعرف به أحد يأتي كلص ليه ما تأخذ نبوات أخرى واتن طيب وماذا عن هذه النبوة إذا أخذ من النبوات الأخرى ماذا عن هذه النبوة فهم يؤمنون بجزء من الكتاب يأخذون بعض الآيات يختطعونها من سياقها وفشرونها تفسير خاطئ طبعا هي بضاعة صينية مرجوعة يعني يفشرونها تفسير خاطئ وللأسف الشديد كثير من الناس مخدوعين بهم أي واحد يتابحهم يفكر أنهم مسيحين حقيقيين يتكلمون بالكتاب كل أغوال المسيح أغوال العهد الغديم الجديد ولكن يدسون السن في العسل للأسف الشديد هم يؤمنون أن في أمرأة ظهرت في شمال الصين عمرأة 37 سنة وهي الآن عاربة في منطقة أخرى ويعني في أمور عجيبة غريبة يؤمنون بها وهذا هو ضد الكتاب المقدس وهذا ما حذرنا منه ربيسوع المسيح كثير هيك مواضيع مهمة جدا للناس اللي يعرفون كثير من أصدقائي اللي أنا تكلمت معهم كثير من تابعونا الحلقة تكتبونا من غلوات والمسيحيين صينيين عامنوا بالمسيح رائعين جدا قلت لهم لا انتم ما تعرفون إيمان فلما قالوا إيمان طبعا لما تسألهم أنا سألت في العسلة المباشرة قلت يعني بماذا تؤمنون قالوا نؤمن أن المسيح أتى قلت لهم بأي صورة قالوا مش مهم الصورة اللي أنت عايز تعرف الصورة ما هي المهم جابوا آية من الكتاب أنهم يسمعون صوته ويؤمنون بي طيب كيف سمعتوا صوته من أي طريقة كيف تكلم معهم فهل لما سألتهم يعني فيما بعد أنا تراجعت يعني كثيرا لم يعطوني إجابة قلت لهم هل تؤمنون أنه ظهر بصورة أمرأة قالوا هي هل أنت تعبد يسوع لأنه رجل أو لأنه والله قلت نبع بالتأكيد لأنه والله قالوا طيب الأمرأة هي الله نفس الشي يعني نفس الفكرة فهيك يؤمنون تسهون كتاب التفسير خاب اللي سألت الشديد واللي تواصلت معهم مقلم صينيين بس يتكلمون اللغة العربية بالطلاقة وعندهم مترجمين أيضا في نفس الوقت كما قلت في أول الحلقة يعني عندهم مترجم وجابوا أنا بقروب قالوا قروب ونتكلم فيه وإنت مسلم سابق ولكن تعرف المسيح الحقيقي لازم بيك أمور يعني كلها هرطغات وكلها بدع شيطانية وهذا ما هو بعيد عن الكتاب المقدس وبعيد عن نبوات الرب يسوع المسيح ولا نبوة يستندون لها بالطريقة الصحيحة هم يأخذون مقطعات من الآيات وبعدين الفكرة لما سألتهم ما هي الفكرة أساسة يقولون الله بالعهد الغدي كان أخذ اسم يهو هل أنت موافق التمنع بالتأكيد أنا موافق اسمه يهو هو إله إبراهيم وإله يعقوب وإسماعيل وهنا موجود في العهد الغدي قالوا طيب في العهد الجديد اسمه يسوع أنت موافق وقلت المنع قالوا في العهد الأخير تمنا العهد الأخير بشارة المنع اسمه الله الغديد كيف يعني أنت معرفت الله الغديد قالوا موجود في السفر الرؤية هو الأول والآخر وعلى كل شيء غدير فمن هذا هو أخذ لأسم وموجود في السفر الرؤية يعني أيضا يأتي باسم جديد وهذه النبوة لا تتكلم هاي الطريقة اللي هم مفهموها يأتي باسم جديد فهذا اسم جديد هو أخذ اسم الله الغديد وهو الآن يعمل الدينون حتى كلمة الدينون أيضا عنهم غلط وكل الأمور مغلوطة وكثير من أحبان المسيحين كما قلت هم مخدعين في هذه الفدعة فأشكرك أنك توضح هذه الأمور ربي بارك حياتك وكذلك يزيل الشرق أشكرك أخي الحبيب كريم لأجل مداخلتك القيمة ولأجل يعني أنك شاركت معنا ما حدث معك من اختبار ومن التواصل مع هذه المجموعة والأخ الكريم حبيب حبيب الأخ كريم يعني أسألهم أسئلة محددة مباشرة والردود اللي حصل عليها واللي أنا أريدها كمان بتفرجينها أولا أخذ الآيات خارج سياقها تفسير خاص من عندهم استخدام منطق خبيث وردي يعني شوف المنطق اللي استخدموه مع الأخ كريم طيب أنت بتعبد يسوع الرجل أو بتعبد الله الذي تجسد في المسيح أنا شأكيد الله فشو المشكلة إذا يتجسد في إمرأة شفين المنطق الخبيث اللي عندهم لا بينما أحبائي أنا أقول لكم وهنا للأسف الشديد كثير من إخوة المسيحيين يسيئون حتى فهم حقيقة التجسد أنا شأكيد لن أفهم التجسد بكل أبعاده ولن أفهم الله لكن أنا أحاول أن أفهم بالروح القدس ما أعلنه الله لي وخاصة حول حقيقة التجسد عندما تجسد الله في المسيح اتحدى اللاهود بالنسود اتحدى اللاهود بالنسود اتحادا أبديا لا انفصال فيه لا لحظة ولا طرفة عين فأنا الآن أعبد يسوع المسيح أعبد يسوع المسيح الإنسان والله في شخص واحد في شخص المسيح فإذن هذا السؤال يسألون يا حتى المسلمين لا يا حبائي شأكيد أنا لا أعبد إنسانا ولا أنا أعمل من إنسان إله لكن الله عندما تجسد فاللهود اتحدى بالنسود فصار شخص واحد هو شخص المسيح فأنا أعبده بناسوته وبلاهوته المسيح في الناسود قبل السجود من البشر قبل المسيح السجود من الكل قالوا له يا رب أنت عم تحكي مع اللهوت ولا الناسود يا حبيبي اللهوت اتحد بالناسود فهو شخص واحد المسيح ليس شخصين يعني شخص اللهوت وشخص الناسود لا هما طبيعتان لكن صار في اتحاد دون امتزاج وفي عندك صحيح اتحاد لكن دون امتزاج وبعدين لما بتشوفه متقرب منه لشخص المسيح تقترب منه هتلاقيه أنه هو الله المتجسد تخر سجودا عنده قدمه وتقوله معه تومى ربي وإلهي بشكرك أخي الحبيب كريم لأجل مداخلتك كمان يعني بالفعل مثل ما قالوا له للأخ الحبيب كريم وهذا اللي اريته كمان للأسف الشديد مفهوم خاطئ لإسم يسوع يعني هني هم ينبرون على ثلاثة عصور وثلاثة حقبات ثري إيراز بيقولوا أنه في عصر النموس وبعدين في عصر النعم وفي عصر الملكوت فبيقولوا في عصر النموس الله أظهر ذاته كيهوى في عصر النعم الله أظهر ذاته كيسوع وفي عصر الملكوت اللي عنده نبتدأ من سنة 1991 فاسمه الله القدير المتجسد في صورة امرأة صينية حتى حاولت تدور على اسمه خافين اسمه ليش لأنه الشخص اللي مبين يعني هو المسؤول عن البدعة كلها اسمه زارو إيشان زارو إيشان مش هو المؤسس لكن المؤسسة هي هذه المرأة اللي خافي حالة الشأكيد ما مثل ما قال الأخي الحبيب أنك عندهم حتى لو عندهم سبع كتب لكن أن تصل إلى حقيقة إيمانهم مش هيقولولك ليش لأنه بالدنياك يستدرجون يستدرجونك ولما بتدخل معهم وما فيك تطلع ساعتها بقولولك الحقيقة بعد أن يكون قد فات الأوان خليني أقولك شو المشكلة واللي موجودة كمان عن كثيرين من المسيحيين أحبائي بيقولك أنه عصر النموس الله ظهر كيهوى عصر النعمة الله ظهر كيسوع بعصر الملكوت الله ظهر من بالله القدير أنا مش هناقش الأخيرة خليني أول شي بالأولي والتاني هل يسوع ليس هو يهوى آه يا أحبائي هذا ما سأناقشه بعد أن أخذ هذا الاتصال من سيد صموئيل أهلا وسهلا مرحبا شونك أشكر الرب أهلا وسهلا بل يسوع أهلين كيف السعر أشكر الرب يسوع أهلا وسهلا سيد صموئيل تفضل يه أنا عندي فكرة على كريمة الإيراني يعني لو يسوي يعني أوكي طيب ياريت تحاول اتصال مرة تانية سيد صموئيل أشكرك طيب كنت عماني بقول أنه للأسف الشديد كثير من المسيحيين عندهم مشكل وبيفرقوا بين يهوى وبين يسوع أحبائي كلمة يهوى اسم يهوى معناته الذي كان والذي يأتي والقادر على كل شيء لما الرب موسى قال له للرب بالعهد القديم بسفر الخروج خروج 3-14 قال له أنا حروح لعند شعبك بأرض مصر وأقول لهم أنه الله أرسلني حيسألوني مين الله شو اسمه ما اسمه قال له شو بدك قال له اسمك قال له قل لهم اسمي أهيا الذي أهيا أكون الذي أكون من هذا الاسم أهيا الذي أهيا طلع عنا اسم يهوى الكائن والذي كان والذي يأتي والقادر على كل شيء فإذن لما الله يعلن اسم من أسماؤه لكي يظهر لنا ويبين لنا ويعلن لنا صفة من صفاته أو طبيعة أو حقيقة فإذن هو الكائن الكائن أزلا والذي كان منذ الأزل والذي يأتي إلى الأبد والقادر على كل شيء قادر هو الذي يقدر على أن يفعل كل شيء فإذن اسم يهوى يدل على طبيعة الله صفات الله طيب لما خبر بشر الملاك ملاك الرب يوسف وجبرايل المطوبة مريم أنك ستحبلين وتليدين ابنا وتدعين اسمه يسوع ها بإلا جبرايل للمطوبة مريم نحن سنحتفل بالكريسمس بعد كم يوم وبيقول له لا يوسف بيقول له لا تخفي يوسف أن تأخذ مريم امرأتك ليش لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس طيب و بعدين فستلد ابنا وتدع اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم كلمة يسوع أحبائي ما أنه كلمة عربية يعني الأصل لأسم ترجمت للعربي يسوع لكن هي كلمة عبرية ياشوع يهوى يخلص يهوى يخلص فإذن يسوع مش شخص مختلف هو ليس مختلفا عن يهوى يسوع ياشوع يهوى يخلص شوف اللي بعد لما بتسمي اسمه يسوع لأنه ياشوع يهوى يخلص شعبه من خطاياهم هذا الذي حبل به في الروح القدس هذا الذي ولدته العذراء المطوبة مريم هو مين يسوع هو يهوى هو يهوى هو الله الكائن والذي كان والذي يأتي والقادر على كل شيء من هو هذا الذي تجسد يهوى شايفين أحبائي فإذن هناك للأسف الشديد إساءة فهم لحقيقة اسم الرب يسوع واسم الله في العهد القديم يهوى مثل ما شفنا واسمعنا أحبائي يقولون أن المسيح عاد رجع وأنه كما يخرج البرق من المشارق إلى المغارب هكذا أيضا يكون في مجيء ابن الإنسان طب وين ما شفناه طب حيطلعنا المخرج مشكورا قبل الأخير سلايد العاشر بيقول الكتاب بسفر رؤية عن المسيح هو ذا يأتي مع السحاب يعني حيجي على السحاب ومع السحاب وستنظره كل عين شفين طب أنت عم تقولوا رجع طب وين وستنظره كل عين والذين طعنوه اليهود أو الرومان خاصة المقصود بها هني صحيح اللي طعنوا الرومان لكن الشعب الذين أسلموه للرومان وينوح عليه جميع قبائل الأرض نعم أمين وفي نبوة بزكريا بتقول أنه سينحون علي الذي طعنوه وينظرون إلي طيب وين ما شفنا لا اليهود شافوه ولا جميع قبائل الأرض شافوه يعني بس أنتو هالأربعة ستة مليون أو هالشخص الشخصين بس اللي بالصين ياللي بس شفتوه والله بقوموا بجبوك بقولولك آه ما فيه آية تانية بتقول ها أنا ذا آتي كالس برؤية ستعش عدد خمستعش بقول أنه ما المسيح بيقول ها أنا آتي كالس طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فييرى عريته فبيقوله آه هو أتى كالس فما حدا شافه لا الفكرة مش هيك لما بيقول المسيح ها أنا آتي كالس اللس لما بيجي حتى ابني اللي عمره 13 سنة ديفيد كنا عم نقرأ هذا المقطع بيقول داد يعني المسيح بيقول ها أنا آتي كالس يعني مثل ما الناس بيكون نايمة بالليل وما بيعرفوا أي ساعة الحرامة اللس بيجي بيجي فجأة والناس ما بيكونوا وعيين ومنتبهين فهكذا مجيء المسيح هيكون على العالم اتلو بالضبط يا حبيبي هيك ابني اللي عمره 13 سنة وفهمه بينما هؤلاء لأنهم مش مخلصين ومش صادقين وما بدهم يعرفوا الحقيقة فبيفسوا الكلام سرية فقط للكنيسة في الاختطاف أحبائي دائما أقول هذه العبارة وأكررها نحن لا ننتظر حدثا لكننا ننتظر شخصا هو الرب يسوع المسيح الرب يسوع المسيح الذي سيأتي أولا لأحبائه أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فإذن المسيح سيأتي مجيئه السر للكنيسة ويأخذنا في الاختطاف فنحن ننتظر وتنتظر ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا وسينقذنا من الغضب الآتي فإذن المسيح سيأتي لكي يأخذ كنيسته أحباء قلبه الذين ارتبطنا به بالتوبة والإيمان القلبي بعضاقة شخصية دخل إلى قلبي صرت أنا وإياه شخصا واحدا صرت أنا وإياه واحدا صار في فصار في اتحاد بيني وبينه بالروح القدس فسيأتي ويأخذني بينما بعد هذا بسبع سنين سيأتي المسيح على هذا العالم الذي سيكون يغط في ظلمة روحية وفي عبادة وثنية رهيبة عبادة الوحش عبادة النبي الكذاب وباب الزانية العظيمة وأم الزواني توحد الديانات تحت ديانة واحدة اسمها ديانة الوحش وهكذا فإذن يا حبائي سيأتي المسيح على هذا العالم الذي يغط في عبادة وثنية رهيبة سيأتي عليه كلص في الليل مش هيكون حاسب لحساب وسيظهر المسيح وستراه كل كل عين كمان بيقولوا أنه هلأ ابتدى عصر الملكوت ويقولون أنه ابتدأ هذا الشخص اللي هو هذه المرأة الصينية اللي اسمها سموها الله القدير اللي هي مسيح آخر الأيام مسيح الأيام الأخيرة ويقولون أنها ابتدأت عمل الدينونة طيب شو عمل الدينونة يعني كفل الشر عمل الدينونة الله يعني يعلم البشر الحق الإلهي ويخضعهم له ويخضعهم له هذه الدينونة هذه هي الدينونة طيب الكتاب مقدس بإلي غيرهيك بإلي هذه هي الدينونة أن الناس أحب الظلمة أكثر من النور ولا يأتون إلى النور لكي تتوبخ أعمالهم لأنها تظهر بالنور يحبون السيئات والدينونة هي بكل بساطة المسيح اللي الدينونة هي الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت بيقولوا أنه هذا الإنسان اللي هي بسموها الله القدير مسيح آخر الأيام قال هي الآن جالسة على العرش الأبيض العرش وين العرش العرش ليس لا على الأرض ولا على السماء ولا بالسماء وين موجود ولا حدا بيعرف بتكوين 21 عدد 11 ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء فإذن العرش العظيم الأبيض لا موجود على الأرض و لا موجود بالسماء لأن الأرض والسماء اللي حضرتك عايش فيها وفق راسك هتهرب هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله وانفتحت أسفار إلى آخر الكلام ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم وسلم البحر الأموات الذين فيه وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما ودينه كل واحد بحسب أعماله وطرح الموت والهاوية في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت بالنار في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار آه يا حبائي قال سيدي وأنا أقرأ هذا الكلام وأسمع هذه الأقوال من هؤلاء الأشخاص أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله يا حبائي كان إبليس غرض غرضه منذ البداية وإلى الآن هو الهجوم على كلمة الله والتشكيك بكلمة الله وطرح كلمة الله وإبعاد الناس عن كلام الله منذ البداية أول سؤال يسأله الشيطان أول كلام للشيطان في الكتاب المقدس ودائما يا حبائي أول كلام وآخر كلام يكلمني عن حقيقة هذا الشخص أول كلام أحقا قال الله أحقا قال الله يشكك بكلام الله وإلى اليوم إبليس يشكك أحقا قال الله راح لإخوة المسلمين الذين في يوم من الأيام كنتوا واحدا منهم وأقنعنا وضحك علينا وكذب علينا أحقا قال الله هذا كلام الله هذا محرف هذا مش كلام الله وبعدين راح لعند إخوة المسيحيين اليوم للأسف الشديد ومن الدوائر الإنجلية والدوائر المستنيرة لا هذا مش كله كلام الله يحتوي على كلام الله لا هذا مش كله يعني كلام الله هذا في بعض الأفكار مظبوط أعطاها الله للكتبة والكتبة يعني خطأون ففي أخطاء لك أن تتخيل لهتيين يقولون هذا الكلام كل الكتاب بحرفه ونقطه بحروفه مش بس بكتبه وبأسفاره وبصححاته وبجمله وبكلماته وبحروفه وبنقاته كل الكتاب هو موحا به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأذيب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عملا صالح إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات إذن إحبائي إبليس يعلم أنه عندما يهجم على الكتاب ويدمر حقيقة عصمة الكتاب في أفكار البشر فإذن هم سيقبلون أي شيء سيقبلون أي تعليم ياخد منهم الحقيقي ياخد منهم الصخر الذي نبني عليه حياتنا وعندما يكون الإنسان لا يبالي بالكتاب المقدس ما عنده معرفة حقيقية الكتاب المقدس فبيقبل أي شيء مش مشكلة بيقبل أي شيء حتى لو كان الكذب والضلال والخداع وللأسف الشديد هذا ما هو ما هو حادث طيب بالقسم الثاني بعد ما نرجع من الفاصل بعد قليل إحبائي رح أخذ البدعة منشان أي أنتما يجيك أي تعليم عندما يأتيك أشخاص يعلمون تعليما لأول مرة بتسمع فيه هعطيك بعض النقاط والأمور التي عليك أن تبحث فيها في هذا التعليم الجديد الذي ينادى به لحتى تكتشف أن هذا الأمر بدعة ولا أمر حقيقي صحيح من الكتاب المقدس ليش؟ لأنه في عنا مبشرين أنا شخصيا مبشر أبشر بالرب يسوع المسيح ولا أعزم أنا أعرف شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا وأعتمد كل الاعتماد على روح الله وعلى كلمة الله الكتاب المقدس لا أعتمد على حجة إقناع من عندي ولا على فلسفة بشرية ولا على حكمة إنسانية لا أعتمد على هذا أبدا لكن أعتمد على قوة الله وقوة الكلمة بالقرازة وأقدم يسوع المسيح وإياه مصلوبا فقط لا غير ولألا يعني تنخلط الأمور عليك ويعني لا تستطيع أن تميز بين الحقيقي والمزيف بين من يقدم لك الحنطة ومن يقدم لك التبن بين من يقدم لك الحقيقة والآخر الذي يقدم لك الزيف فسأقترح بعض الأفكار التي عليك أن تبحث بها من كلام الأشخاص الذين يأتوك أو الذين تقرأ لهم على الإنترنت مثل ما سمعنا من الأخ الحبيب الكريم وأنا شفتهم تطلع وأي شيء بتقول آمين وهللوية يا حبائي يا حبائي الله يخليكم عشانكم بس عشان لأجلكم ولأجل أولادكم ولأجل الناس اللي معكن يا أحبائي مش كل شيء بيقول له أمين ومش كل شيء بيقدر أقول له هللوية ما هي متعاليم غلط بتقول له أمين ويا متعاليم مضلة ومدمرة وبتقول لي أمين وهللوية يا حبائي يقول الكتاب ابتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن قداش نحن بحاجة أنه نكون بهالأيام فاحصين الكتب مثل مين مثل أهل بيرية أهل بيرية يا حبائي بيقول عنهم للكتاب فكان هؤلاء أهل بيرية أشرف مور آنربل ناس شرفاء من الذين في تسالونيكي لأنه في تسالونيكي لا فحصوا الكتب وحكموا على بولوس أنه أنت مهارتق فعملوا عليه اضطهاد وطردوا من تسالونيكي والإخوة أخدوه وإجوا على بيرية طيب كان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي لماذا؟ لأنهم قبلوا الكلمة بكل نشاط مش قبلوها جذافا مش قبلوها كما هي قبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب شابوا أنت عمالي بتحكي لنا طب هذا موجود بإشعية هذا موجود مزمور 22 هذا كذا فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا ما كانوش متل مؤمنين الأيام الأخيرة اليوم يلا أمين وهللويا والرب يباركك يا محبوب والرب يباركك يا أختي على أي أساس على أي أساس وتعاليم ضد الكتاب المقدس بتقول أمين وهللويا على أي أساس امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا أحبائي حطلع الفاصل والخطوط مفتوحة وحابب أسمع منك هل عندك سؤال هل صار لك أن اعترضوا طريقك وصار في حديث بينك وبينهم لهذه الجماعة هل في بدعة تاني يمكن تعاني منها شهود يهوى السبتيين لأن المواصفات اللي احطيها على البدعة التي سأقدمها للبدعة تنطبق على ههو الجماعة كنيسة الله القدير أو البرق المشرقي أو يسوع بدعة يسوع وحده أو بدعة شهود يهوى أو بدعة السبتيين أو بدعة المورمون حتى الديان الإسلامي سترى أن مواصفات البدعة تنطبق على كل هذه البدعة ابقوا معي سوف أعود بعد قليل أرحب بكم عزيزي المشاهدين مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب موضوعي اليوم هو كشف حقيقة كنيسة الله القدير المزيفة معي اتصال من الأخت الفاضلة عاشقة المسيح أهلا وسهلا أختي أليس سلام نسيح سلام الرب يسوع لك أخت الفاضلة أنا بشكر الرب لما نقرأ أول شيء نقرأ الكتاب المقدس وأن تشوف الرب يسوع يقول فتش الكتب أن تظنون لكم فيها حياة أبدية ويتشهد لي وكل شيء نأخذ من الإنجيل عشان بالإنجيل كل شيء الرب يسوع كل شيء مكتوب بالإنجيل أمين أمين لما نقرأ الإنجيل الإنجيل كل شيء واضح ودقيق ونتمسك والرب يسوع هو الشفيع ونشكر الرب ولما نصلي نصلي من كل قلبنا وندخل المخدع ونصلي من كل قلبنا ونطلب الرب يسوع مش القديسين ولا أي شيء لأن الرب يسوع وحده هو الشفيع هو تاج راسنا هو كل حاجة نشكر الرب يسوع أمين أختي الفاظلة عاشقة المسيح حضرتك من خلفية إسلامية كما أنا وأنا سعيد عم بسمع منك هالكلام أن المسيح اللي بيخلص يثبت ويثبتنا المسيح مش حيثبتنا من الهوى لكن يثبتنا بالكلمة المقدسة التي هي أثبت والتي تثبتنا وعندما ننتمه إليها سوف نثبت مظبوط أختي الفاظلة نعم وأشكر ربنا يبكت وأنا بقول كل أحبانا المسلمين ولا المسيحين بالإسم ولا البوذيين يقروا الكتاب المقدس ويعملوا فرق بين الكتاب المقدس بين كتابهم ولما يقروا أول شيء يفتحوا عينهم الصبح يقروا الكتاب عشان هي الكلمة هي الغذي وهي تطين بارك نعم وأشكر الرب أنا أول ما افتحيني ربنا طيب لما نقرأ ونصلي ونطلب الرب الرب أكيد سينور العيون نور القلوب دائما معنا وما يتركناش وأشكر الرب وأصلي من أجل كل أحبانا المسلمين البوذيين المسيحين بالإسم أن يقروا الكتاب المقدس عشان هذا كلمة الحياة قوة لها قوة نشكر الرب يسوى ربنا يباركك وأشكر الرب من أجلك كتير أمين أشكرك أخت الفاضلة عاشقة المسيح الرب يباركك ويزيدك ثباتا أكثر ونموا أكثر واستخداما أكثر جاءتني هذه الرسالة أحبائي بخصوص البرنامج أخي الكريم إسماعيل نمر حلقة اليوم رائعة للتنوير حبيت أن أخبرك على الخاص للإحتياط هذه الجماعة عملوا لآد عملوا إضافة على الفيسبوك قبل حوالي أسبوعين وأنا استغربت كثير من وضعهم لأنه أنا عربي لماذا أشخاص تشاينيز يضيفوني معهم على الفيسبوك وعندما شكيت بالأمر عملت لهم دليت رفض أنه لم تقبل إضافة والآن عندما أستمع على الشاشة برنامجك أنت تسأل والكتاب يجيب حليت لي هذه الألغاز نشكر الرب من أجلك جبتها بالوقت المناسب أحبائي يمكن هالإخت الفاضلة تشجعت وكتبت ربما هناك الكثيرين الذين يمكن عم بيصير معهم هالكلام هذا فصلاتي أن تكون هذه الحلقة مش بس جرس انذار وبوق تحذير لكن أيضا بمشيئة الرب كمان علاج ووقاية علاج للذين قد انخدعوا بتعليمهم ووقاية للذين حتى مش سامعين عنهم مرة تاني أحب أؤكد أن الخطوط مفتوحة واللي عنده أي سؤال عن هذه البدعة أو أي بدعة أخرى أو حول الكتاب المقدس أحبائي نحن بتم عتم الاستعداد أن نأخذ اتصالاتكم قبل الفاصل قلت أنه سأعطي الخطوط العريضة للبدعة ما هي البدعة؟ البدعة عموما هي مجموعة تعاليم من أشخاص من شخص أو أشخاص تخرج عن إجماع المسيحيين وتخرج عن تعليم الكتاب المقدس وما يجمع عليه المسيحيين ويكون لها ولاء لشخص واحد أو لمجموعة واحدة أو لغرض معين كاز وفكرة معينة أو لمجموعة من الأفكار الجديدة هذا تقريبا تعريف بسيط للبدعة تجتمل البدعة على عدة مكونات أول أمر يقول لك تحليم جديد تعليم جديد ونحن أول ما ابتدأت أقرأ لهذه البدعة بدعة الله القدير كنيسة الله القدير وهني يقول لك عمل الله الجديد عمل الله الجديد يا عمي شو عمل الله الجديد؟ عمل الله الجديد الدينونة في الأيام الأخيرة ومسيح آخر الأيام والمسيح تجسد في امرأة صينية كله تحليم جديد كله تحليم جديد لش نحن أحبائي عندنا تعليم جديد لش نحن الأديم اللي عندنا لش بيخلص مدته لحتى يجينا تعليم جديد فكر فيها لش الله بيغير رأيه لعل الله يغير رأيه لكي ينقض القديمة ويعطينا جديدا كلا أحبائي حتى لما بيكتب الرسول حتى لما الرب يسوع بيقلهم عن الوصية وصية جديدة أعطيكم ومش وصية جديدة هي وصية قديمة أن تحبوا بعضكم بعضا والرسول بيكتبس نفس الكلام يحنى يا أحبائي نحن الله ما عنده قديم جديد صحيح عند العهد القديم بس ليش تمال العهد القديم معاملات الله مع الشعب القديم لأنه هذا بالزمن الماضي ومعاملات الله معنا الآن ومعاملاته مع شعبه قديم عما قريب جدا في المستقبل القريب فإذن التعليم أحبائي ما في عندي تعليم أديم وتعليم جديد تعليم واحد والتعليم قد يبدأ بصورة معينة ويزداد في التدرج والإضاح والله يعلن إعلانه لنا شيئا فشيئا يقول الحكيم سليمان أما سبيل الصديقين فكنور متزايد يزداد وينير إلى النهار الكامل فإذن إعلان الله يأتي رويدا رويدا لكن الإعلان الكامل قد أتى وحدث الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه وخلص نقطع السطر وعننا مبنيين معا على أساس تعليم الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية أي شيء خارج هذا الكتاب لا يلزمني أي تعليم خارج هذا الكتاب المقدس سوري حطه بالزبالي مع كل احترامي لأي شخص ينادي به وأية مجموعة تنادي به أي تعليم خارج الكتاب المقدس ضد الكتاب المقدس ما كانه سلة المهملات هذا ما علينا أن نكون حازمين به يا حبائي نفسه يحنى يحنى اللي رسول المحبة لما إجا الأمر أن يخص ويكون شخص المسيح أتستيك وكان شخص المسيح هو الذي في مرمى هجوم إبليس الشيطان يقول عدد سبعة من يحنى الثاني لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح أتيم في الجسد شو بتعملوا له هذا قلوا له نايس والله يبارك لا هذا هو المضل والضد للمسيح وبعدين بيقول إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوا في البيت ولا تقولوا له سلام لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة أعمال الشريرة أنه رفض حقيقة أن المسيح تجسد أن الله أتى في شخص المسيح هذا رسول المحبة فإذا أحبائه نعم نحن نحب الكل لكن عندما يكون هناك هجوم على إيماننا الأقدس على مقدساتنا على شخص المسيح على الكتاب المقدس وعصمته على وحدانية الله على الله الواحد المثلث الأقانيم على صليب المسيح على عصمة الكتاب المقدس لا مش هنسكت و مش هننجرد سيفا و مش هنحمل سلاح لكن مش هنسكت بمعنى أنه هنرد وسنكون مستعدين دائما لمجاوبة من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداع وخوف وسنتصدى بمشيئة الله و بنعمة الله لأي عدوان على الكتاب المقدس و على الله المتجسد شخص ربنا يسوع المسيح و باستعير كلمات بولوس لما بيقول لأننا و إن كنا نسلك في الجسد لكننا لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا و كل علو يرتفع ضد معرفة الله و مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح و مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كاملت طاعتكم يا حبائي ما في هوادة في هذه الأمور و مش هنأخذ موقف الإنسان الخمول و الإنسان المايع اللوس مش هنكون لوس و مش هنقول لا بسيطة نو أبدا لا أحبائي سنكون كالأسد في عرينه بمشيئة الله لأنه أحبائي النار تأتيك من مستصغر الشرر شرارة صغيرة و بتولع غابي تحرق غابي بطولة و بعرضة فإذن البدعة تتميز أنها يأتوك بتعليم جديد و مثلا البدعة التي نحن بصددها بيردد عبارة الأيام الأخيرة مسيح الأيام الأخيرة في هذه الأيام الأخيرة الله يقوم بعمله عمل الدينونة القسم الثالث يعني من أعمال الله فبالعمل الأول يهوى في العهد القديم أعطى الوصاية في زمن النعمة يسوع حتى ما بيقول له رب يسوع أتى في زمن النعمة وأتم الفداء طب أتم الفداء طب خلص لا في لازم يجي الله القدير في صورة إمرأة الصينية لكي يقوم الله القدير بعمل الدينونة وعمل الدينونة ولا إله علاقة به المفهوم الصحيح للدينونة في الكتاب المقدس مثل ما أشارت قبل الفاصل أمر ثاني يدور عليه بالبدعة بيكون عنده قيادة قوية يتهمون ما سبقهم بالخطأ والارتداد وهم وحدهم عندهم الحق يعني قيادة قوية دعني نقول قبل ما أقول التاني قيادة قوية أي أنهم they know what they're doing عارفين شو عم يعملوا حاسبين حساب لأمور كثيرة عندهم الخطة باء إذا خطة آ ما نجحت ألف ما نجحت عندهم قوة شخصية وكرزمة وحضور وتأثير فصاحة في الكلام بلاغة عندهم معلومات عندهم سلطان سلطة نفوذ مركز يستخدمون كل هذه الأمور في أن يجمعوا ويضموا أكبر عدد ممكن إلى إلى لدعتهم يقولون بأنهم هم وحدهم عندهم التعليم الصحيح الوحيد أوكي فيتهمون ما سبقهم والذين حولهم بأنهم كلهم خطأ وأنهم هم وحدهم يمتلكون الحق أي ينفردون بأن يتمسكوا بأن لهم عندهم الحق وحدهم فقط يعني exclusive بيقولوا نحن بس عندنا الحق شوفوا حبائي أي واحد يجيك ويقول لك نحن بس اللي عندنا الحق اهرب منه أنا أعمل لك اهرب منه وست الباب بوشه لأنه ما حدا عنده الحق ما في حدا الحق يا حبائي هون هذا هو الحق الكتاب لم أدس هذا الحق وكل ما أنا عرفت الحق وتعرفون الحق والحق يحرركم تعرفون الحق والحق يحرركم فإذن يا حبائي الحق هو الكتاب المقدس قدسهم في حقك كلامك هو حق المسيح هو الحق أنا أمتلك الحق بمعنى أنا أمتلك المسيح أنا أمتلك الحق بهذا المعنى فيه أولى أنا أؤمن بالكتاب المقدس فإذن الكتاب المقدس أمتلك الكتاب المقدس فإذن الكتاب المقدس هو الحق فأنا أمتلك الحق الذي في الكتاب المقدس وكل ما عرفت هذا الحق وكل ما عرفت هذا الحق معرفة اختبارية هذا الحق سيحررك سيحررك من لذاتك و شهواتك و محبتك لذاتك و ستعيش ستعيش الغرض الذي من أجله خلصك الله فإذا أنت تتمم قول المسيح و تعرفون الحق و الحق يحرركم معرفة حقيقية معرفة صحيحة معرفة اختبارية للحق هذا سيحررك غير هيك ما تقل لي فإذا هذه الجماعة هذه البدعة بدعة كنيسة الله القدير يقولون نحن فقط عندنا الحق معي اتصال من السيد عيسى من سوريا مرحبا أهلا وسهلا كيف الجو معاك اليوم أسماعين أشكر الرب يسوع سيد عيسى تفضل والله منين بدي أبدأ ما نعرفها إذا بدي نرجع الحكي الماضي ما نستفيد شي يعني أنا طيب بدي سألك سؤال عيسى عليه السلام عندما انطلب كان رب وليس أعبا ما صحي الله طيب طيب بدي سألك سؤال أنا بدي سألك سؤال إذا عطيتك الإيجابي مستعد أنك أنت يعني يعني أنت عم تسأل لا تفهم والله عم تسأل بس لا تسأل عم بس أنت أفهم ما أفهم بدي لكم شي أشكرك أخي الحبيب عيسى سؤالك هل لما أنت عم تقول اسمه عيسى هو اسمه الرب يسوع هل لما المسيح مات على الصليب كان الرب ولا صار الرب هذا سؤالك نعم لأنه بدي أعرف أنه يعني كان أثناء هرب طيب أخي الحبيب عيسى حضرتك حضرتك متزوج نعم وحضرتك أب عندك أولاد نعم أنت الآن تكلمني على الهواء هل تكلمني على الهواء كزوج متزوج أو كأب عندك أولاد لا طيب اللي زوج ما عنده أولاد متزوج خلي موضوع المسيح على جنب أنا عم بسألك أنت هل عم بتكلمني أنت متزوج ولا أب ولا أنت متزوج وأب طبعا أنا متزوج وأب أشكرك أخي الحبيب رب يسوع رب يسوع لما كان على الصليب هو الله وهو الإنسان في اتحاد في شخص المسيح هو الله وهو الإنسان واللي مات على الصليب الإنسان مش الله أشكرك أخي الحبيب عيسى تابع خليك هيك اسأل لتفهم حبيبي ونحن عم نصلي من أجلك يا عيسى أنا فهمان أنا فهمان أنا فهمان والله فهمان الدنيا وما فيه يا إزماعين فعليش عطونا مجال عطونا مجال هل هي كنت تطلب جبايا اللي بيتصلوا عليك خلينا نحكي كم كلمة تفضل حدا قال لك غير شي تفضل يا حبيبي المايك معك لا يعني شفتك زبيت الأوراق وبدك تفصلي مباشر لا أبدا أبدا تفضل بعد الخط معك تفضل يا أخي إحنا لماذا شوي نعاند نعتبروها معاندة لأنه إحنا عندنا في القرآن عيسى عليه السلام يكذب هذا الحقي يكذب هذا الحقي كل تقوله بيقتل في القرآن نحن مو إحنا مو إحنا مو إحنا اللي حكى الله الله رب الخلق طب بدي سألك سؤال سيد عيسى ما زال أنت فتحت الموضوع بدي سألك سؤال أنت عم بتقول الله بالقرآن رب الخلق أهل هيك بدي سألك سؤال هذا الكتاب المقدس أوكي هذا هذا الكتاب المقدس من وين هذا أهي إحنا بحياتنا سبينا الكتاب سبينا عيسى هنا حدا إنتم والله مباشرين بالشتم حتى ولو بغير مباشر كلام غير مباشر هو أنت وأصلا يا أسمعي خلينا واضحين أنت وأسست والبرنامج هذا من أجل الإسلام على وقت تقول ليعبدون الفار كلمة واحدة لماذا تعبدون الفار هذا نبي الله وأحنا مسلمين هذا سينتصر هذا الدين حينا بعد حينا طيب أشكرك أخي الحبيب عيسى ما أجبت سؤالي واتهبت إتهام باطل وقلت لي أنه هذا البرنامج أنا عامله ضد المسلمين الله يسامحك هياك يعني شوف الحلقات تابعوا لي أنا أقدم الحق بكل محبة أنت تسأل والكتاب المقدس يجيب فأنا سألتك سؤال هذا الكتاب المقدس من وين ما أعطيتني إيجابي أنا بجاوبك الكتاب المقدس هذا من عند الله لحتى يعطيني بعد ستمائة سنة يعطيني كتاب تاني مخالف لما قالوا في الكتاب الأول الله ما بيغير رأيه أنا وأنت بنغير رأينا بإلك كلام وبعد شوي بغير كلامي بإلك شي وبعد شوي بغير رأيي لكن الله مش هيك أخي الحبيب عيسى الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد ابتدأ كتابة موسى 1400 سنة 1500 سنة قبل المسيح وانتهى من كتابة الرسول يوحنى 100 سنة بعد المسيح فترة زمنية 1600 سنة استخدم الله أكثر من 40 كاتب اختلفوا في كل شيء لكن الموضوع واحد شخص المسيح هو الله المتجسد الذي سيأتي ويموت على الصليب ويتمم عمل الفداء ويقوم ويقدم الخلاص وسيأتي بعد قليل لكي يأتي ويأخذ أحباء الذين آمنوا به ويقيم الدينونة أدعوك أخي الحبيب عيسى أنك تفكر مليا بهذا الكلام أنك تتكلم مع الله شخصيا تقول له يا رب أنا بدي أعرف أنت مين أنا بدي أعرف الله الحي الحقيقي إذا أنت المسيح أظهر ذاتك إلي أظهر ذاته لإلي حبيبي عيسى من قبل 26 سنة ومستعد المسيح أن يظهر ذاته لإلك إذا أنت طلبته من كل قلبك وبإخلاص بشكرا كتير لأجل متابعتك رب يباركك من مميزات البدعة أيضا أحبائي أولا تجي بتعليم جديد وبيقولولك نحن بس التعليم الصحيح القيادة بتكون قوية وبعدين بيفرضوا تقديمات مالية بيصوروا على الأشخاص تابعونهم بيفرضوها فرض وهذه الشأكيد ما بتجي من البداية أول شيء مثل ما قالت في البداية فبيحطضنوا الإنسان وبياخدوه بالأحضان ومرات كثيرة بيكون فيه لمس وفيه يعني بيلقطوك بإيدك وبيضموك وبيرتو على كتفك ومستعدين يوقفوا معك بظروفك الصعبة وحتى بالبداية إذا أنت محتاج لفلوس ومصاري بيعطوك ومحتاج لتشجيع بيوقفوا معك وكلمات المدح أنت بحاجة أول ما يعرف أنك أنت يعني محتاج عاطفيا يا فريسة سائغة في أفواههم لما بيشوفوك هيك أنت من هؤل الأشخاص اللي عم بيدور على حبه حنانه عطفه واتنشن بيعطوك إياها ويا حبيبي لما بيصيروا يعملوا معك مواقف معينة وبيوقفوا معك وتصير أنت تشعر أنك أنت مديون لإلن فاللي بيقولوا لك يا مستعد تقبله عن طيب خاطر طيب معي اتصال لأخي يوحنة من أمريكا تفضل يا أخي يوحنة مرحبا عزيزنا إسماعيل المبارك أشكرك أخي الحبيبي يوحنة تفضل هذه الحلقة المباركة أيضا إن الحقيقة بعض الجماعات يحاولون أن يحرفوا كلمة الله الحية والثابتة والرصينة في الكتاب المقدس وذلك لأعظار وأهداف معينة في قلوبهم فهم يريدون أن يضعفوا يعني يضعفوا المسيحية وتعليمها بتحريفها بمعاني متغيرة ومختلفة شتى لمصالعهم الخاصة فقط وليس لمصرح العامة للبشرية نعم نعم هم لا يريدون أن يطبقوا كلمة الله في الكتاب المقدس أبدا لأغرار ناقلت وأهدار شخصية خاصة بهم هم يعرفوها في قلوبهم نعم مزبوط كلام مزبوط وحسب ولكن حسب قصه أو هدفه الشخص ورحمته والذان أعطيها لنا في المسيح يسوع قبل تأسيس هذا العالم وكذلك حسب رسالة الرسول الثانية إذا ممن فاوس إصحى أول على التسعة وهكذا فإن الكلمة والكلمة هي السيد المسيح أي أن السيد المسيح خلصنا ودعانا إليه دعوة مقدسة لا على أساس أعمالنا بل نوجب قصه ونعمته التي موحبت لنا في المسيح يسوع قبل تأسير من خلال مجد من خلال من خلال من مجد ومن مجده قبل تأسيس هذا العالم نعم أشكرك أخي الحبيب يوحنا معك مية بالمية أخي الحبيب علينا أن نرجع للكتاب المقدس ونفحص الكتاب المقدس وأننا نقبل شيئا بعيدا عن الكتاب المقدس الخطوط ما تزال مفتوحة الأمر الرابع اللي بيعملوه مؤسسي البدع بيعملو عزل بيعملو isolation للأشخاص اللي عم بيشتغلوا عليهم بتصير أنه بتشوف أنه بياخدوا الشخص من عيلته من مجتمعه من أصدقائه بيصيروا يسمموا أفكاره بيخلوه يشعر أنه هو متهد أنه هو يعني المستضعف ولما بيصير في اضطهاد عليهم مثلا اللي عم بيصير هلأ بالصين من السلطات الصينية على كنيسة الله القدير فشو بيصير يقولوا لأتباعهم آه نحن المتهدين نحن المستضعفين وهذا يعني حساب النفقة وهذا نتيجة إيماننا فإثبتوا وعليكم أن تتحلوا بالصبر في هذه الضيقات وهذا دليل أنه نحن على على صواب واو 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 على إبليس الخداع الكذاب وأبو كل كذب إبليس إحباء الذي يقول عنه الرب يسوء السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك ذاك كان قتالا للناس منذ البدء لم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق متى قال الكذب لأنه الكذاب وأبو كل كذب هذا إبليس إبليس إحباء مش هيغير طريقته هو كذاب وقتال بيجي كالحية الناعمة وبيجي كالأسد الزائر وبيجي شبه ملاك نور وبعده لليوم نفس الشي نفس الشي يا حبائي ومش هيغير هل يغير النمر رقته أو الكوشي جلده إبليس مش هيغير طرقه إذا النمر بيغير رقته أو الكوشي بيغير جلده شي أكيد اللي آي بتتكلم عنه إنه الإنسان ما بيقدر يغير حاله كمان الشيطان مش هيتغير مش هيتغير مش بس هيك لما بيعزلوا هيدا الشخص بيصير الشخص لوحده ومقلوا مين إلا هالأشخاص اللي صار بيناتهم صاروا هني مجتمع هني بيئته صار بيقضي وقته معهم وين ما راح وين ما إجا فبيصير فيه تدخل في حياته الشخصية تدخل فيه قراراته تملأ عليه ماذا يفعل ماذا يلبس حتى ماذا يلبس بها البدعة مش بيقترحوا بيفرضوا عليهم شي لازم يلبسوا التحكم بالحياة الشخصية واتخاذ القرارات بعد ما أجعم الفاصل حكمل معكم أحبائي وأعطي التحذيرات الكتابية ماذا قال الرب يسوع عنهم ماذا قال أبولس عنهم بطرس يوحن ابقوا معي والخطوط ستكون مفتوحة أيضا أرحب بكم أعزائي في القسم الأخير من هذه الحلقة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب موضوع كشف حقيقة كنيسة الله القدير المزيفة قبل ما أستكمل معكم في السمات الخاصة والخطوط العريضة في اكتشاف البدعة حابب أقرأ بعض الكلمات من كتاب الكلمة تظهر في الجسد يقول حيث أن الكلمات التي أفصح عن الله القدير قبل ما أكمل في عندي اتصال من سيدة نادية أهلا وسهلا تفضلي سلام المسيح أخي سماعي سلام الرب يسوع أخت الفاضلة تفضلي أنا اللي كتبت لك على الخاص أشكرك أشكرك لأجل اتصالك تفضلي ياريت المستمعين يسمعوا منك شو صار معك أخت الفاضلة أنا بس حبيت أشرح لك شعوري أنا طبعا جاني آن على الفيسبوك أنا استغربت صورة تبع تشاينيز قاعدين على طاولي بس الكلمات أنا اللي مكتوب الأنوان بصراحة ما بذكره الأنوان كان غريب يمكن عربي مش فاكرة بس صدقني أنا كان شعوري كان شي نغزني بقلبي صدقني هذا بشرح لك يا شي خوف صار عندي بحب لا تردد قلت أنا تشاينيز أنا شو جابم علي وشو الربط بيني وبينم وكيف شافوني فعمل الديليت رايت أوي وهلا أنا لما شفت الحلقة تبعاك أنا جاءت للوراء about two weeks ago فافتكرت الآذي اللي صار عندي فيعني أنا قلت لك على الخاص أنت جبت بالوقت المناسب على الأقل نعرف طريقنا أشكرك أخت الفاضلة نادية ويمكن اللي صار معك صار مع كثيرين لأنهم برحة كمان قالوا لناس كتير أنه صار معهم نفس الكلام تقريبا فأشأكيد روح الله الذي قادني لكي أقوم بهذه الحلقة تحذير لحضرتك ولأشخاص كثيرين ربما إذا أشخاص أخذوا في هذه البدعة إن شاء الله يكون سبب علاج وقاية للذين لم يعرفوا هذه البدعة وتحذير أيضا الرب يباركك ويبارك البرناعة مستمعت أشكرك أخت الفاضلة لأجل اتصالك وأثق أنك ستكون سبب بركة لكثيرين الرب يباركك إخت نادي أشكرك أقرأ من هذا الكتاب كتاب البدعة كنيسة الله القدير الكلمة ظهرت أو تظهر في الجسد حيث أن الكلمات التي أفصح عنها الله القدير تكشف عن أسرار خطة تدبير الله لخلاص البشرية فإن أناس الله المختارين يدركون من خلال إعلان كلمات الله أن الله له اسم جديد في كل عصر وأن اسمه الجديد يرمز إلى الله يقوم أن الله يقوم بعمل جديد كما يدركون أيضا أن الله ينهي عصرا قديما ويبدأ عصرا جديدا إن معنى اسم الله عظيم وعميق للغاية فهو يحوي مغزى عمل الله ويستخدم الله الأسماء لتغيير العصر والتعبير عن عمله في ذلك العصر ففي عصر النموس استخدم اسم يهوى لإصدار القوانين والوصايا ولقيادة حياة البشرية على الأرض وفي عصر النعمة استخدم اسم يسوع للقيام بعمل فداء البشرية ومع وصول عصر الملكوت استخدم اسم الله القدير لتنفيذ عمل الدينونة مبتدئا من بيت الله لتطهير الإنسان وتغيير الإنسان وتخليص الإنسان إن اسم الله الجديد ليس شيئا يطلقه الإنسان عليه اعتباطا ولكن اتخذه الله بنفسه بسبب احتياجات عمله إن الاسم الذي يتخذه الله في كل مرحلة من مراحل العمل له جذوره في الكتاب المقدس وكان الاسم الذي اختاره الرب يسوع عندما عاد في الأيام الأخيرة قد تنبأ عنه في سفر الرؤية منذ زمن بعيد من يغلب فسأجعله عامودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج وأكتب عليه اسم إلهي وأسم مدينة إلهي أوروشليم الجديد النازل من السماء من عند إلهي واسم الجديد أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء إلى آخر الكلام لما بقى هذا الكلام يعني للي مش فاهم الكتاب ومش عارف هيقول كلام رائع يا سلام يهوى يسوع الرب القادر وفيش مشاكل لكن اللي بيقرى مليح وبين السطور بيشوف أحبائي أنه الله في عنده تغيير عم بيغير عم بيغير وشفنا أحبائي يسوع هو يهوى ياشوع الله ما بيتغير الله هو إن كان يعلن عن شخصه يعلن عن طبيعته بأسماء لكن الإعلان الكامل لله هو في شخص المسيح كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه من رأاني فقد رأى الآب أنا والآب واحد الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر فكلام أحبائي لما الوحد بيقرأه ومش فاهم الكتاب أو بعده مش متعمق أو بسيط في الإيمان فحيقبل الكلام مفيش مشاكل لكن لا عم بيقل لي الله بيغير بالعهد 요즘 اسمه يهو وخلص معاش اسمه يهو مين قالك أنه الله معاش اسمه يهو الله يهو يسوع يهشوع لكن أعطانا الإعنان الكامل قالنا أنه الله هو الآب والابن والروح القدس الله هو أب وهذا الأب عنده ابن في اللاهود في اقانيمه والروح القدس هذا كان غائب صحيح كان عندهم قنوم الأبن في العهد القديم مسموه ومسمو ابنه إن عرفت أما عن الابن بس ما كانتش الأمور واضحة وفاهمينة وعلى فكرة اسم الله القدير منه اسم جديد منه اسم جديد يعني من بداية سفر التكوين أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا بينما لما بيقول أنه هيكتب عليه لهذا الغالب في سفر الرؤية أبدا هو لا يتكلم عن اسم الله القدير في العهد القديم لكن يا حبائي هو جديد هذا الاسم اللي بيحكي عنه المسيح بسفر الرؤية هو جديد وله علاقة بأورشاليم الجديدة بالوضع الجديد غاية في الجمال غاية في الروعة ما حدا حيقدر يعرفه حيكون إعلان جديد لنا في المستقبل أحبائي لكن شخص المسيح مش هيتغير هو أقنوم الابن هو الفادي هو المخلص هو الخالق فإذا للأسف الشديد هم يسلبون عقول السلماء ويخدعون قلوب السلماء ويسبون أفكار الناس بفلسفة بشرية ومنطق فاسد من أناس عديمي الذهن وفاسدي الذهن وعديمي الإيمان خليني يكمل معك المواصفات اللي لازم تدور عليها بأي بدعة حيعملوا إندوكترينيشن أو برينواشنج حيعملوا برينواشنج هذا بعد ما أنت صرت معهم يمكن أربع خمس شهور وتعودوا عليك وتعودت عليهم وصرت تقبل منهم وما تنسى هني عملوا معك أمور كثيرة وقدموا لك مساعدات كثيرة فأنت هلأ يعني تشعر بدك إيش وإيش يا حتى تردلن الجميل فأنت أي كلام بتقبله وتسمع منه مقبول خلص حتى لو كان غلط وهكذا رويدا فرويدا قليلا فقليلا مثل ما قال أخي الحبيب الكريم بيحطولك السن في العسل ويطعنون ويحقنون الحق الذي عندك بسمومهم الرديئة ومثل ما عمل بالضبط في عقل وفي فكر حواء قديما أحقا قال الله لا لن تموتا بل تصيران كالله وسدقت أخذت الطعم أخذت السم حواء واليوم ملايين عم بياخدوا السم سواء بهذا البدعة بدعة كنيسة الله القدير ولا الشهود يهوى ولا السبتيين ولا المرمون ولا بدعة يسوع وحده وهكذا للأسف الشديد دائما يستخدمون الأخرويات الأكوبيليبس أكو بيليبتيك بمعنى أنه بيكلموك عن الأخرويات مثل ما شفنا أنه بسنة الـ 2012 على ما أذكر اتنبأوا أنه نهاية العالم حتصير فالسلطات الصينية اعتقلت أكثر من ألف شخص لأنه قالوا بآخر الـ 2012 ديسمبر كانون الأول الـ 2012 حتجي نهاية العالم وشهود يهوى كمان ياما حددوا أيام أم تحييجي انتهاء العالم بنهاية الـ 2018 1924 1944 وبانوا قصر الملكوت واللي سكن فيه مؤسس اللي سكن فيه لقصر الملكوت المؤسس والمؤسس اللي إجاء بعده وهكذا يضحكون على الناس ويستغلون الناس وأموال الناس اللي كي يعيشوا في فرح ورفاهية مثل ما قال لخ الحبيب يوحنى لأغراضهم الشخصية دايما يعاولون على الاختبارات والتأملات وترديد عبارات أيام الأخيرة مسيح الأيام الأخيرة عمل الله الجديد الله يعمل عمل جديدا وبينأوا عبارة معينة وبيرقوا عليها بيظلوا يعيدوا ويزيدوا فيها وبعدين لما بيصير عليهم اضطهاد فبيقولوا لك نحن المضطهدين ولوما كنا نحن على صح ما كان صار الاضطهاد فيعني الحقيقة من نصيبنا فنحن على طريق الحق ونحن نضطهد وهكذا القائد دائما بيكون عنده حضور وعنده كارزمة وعنده شخصية أوية وبي دائما بيقول أنا استقبلت إعلانة مباشرة من الله أو يدعي أنه الله المتجسد بهذه القضية اللي نحن عم نعالجه كنيسة الله القدير هذه المرأة تقول أنها هي يسوع المسيح العائد إلى العالم في صفة في شخص الله القدير أو يقولون أن ملاكا كلمهم أو رسول خاص أرسل إليهم نحن بنعرف مثلا الإسلام نبي الإسلام بيقول أنه هو دعا أن جبرايل ظهر له مين شاف جوزف سميث مؤسس بدعة المرمون يقول أنه في ملاك خاص اسمه موروني هو الذي ظهر له مين شاف يدعي أن الله عينه شخصيا أو يدعي أن هناك عنده قوة معينة بيقدر يعمل أي شيء معين دائما يدعون فعل الخير مرات كثيرة يعملون يحضون الناس على فعل الأخلاقيات الجيدة يستخدمون الكتاب المقدس فقط للتمويه يعني شهودها هو أول ما يجوب يجوب الكتاب المقدس وبعدين يقدم لك ترجمتهم الرديئة ترجمة العالم الجديد وهكذا هؤلاء الأشخاص يأخذوك روايدا روايدا عن الكتاب المقدس ومثل ما أرينا أنه من بيقول هون لو أردتم أن تسيروا في طريق الله الجديد بحسب الكتاب تبعهم الكلمة تظهر في الجسد إذن عليكم أن تتركوا الكتاب المقدس يعني بيقولوا لك ياها هذا بعد ما صير أنت دخلت معهم وعملوا لك وبرين واش وغسيل دماغ فخلص يستخدمونه الكتاب المقدس للتمويه وللترويج لكتابهم ولتفسيرهم المهرطق وبعد ذلك يخيفونك من الكتاب المقدس بل يبعدونك عنه يحطون دائما من قدر المسيح دائما شوف أحبائي الشيطان دائما وأبدا عدو لدود الرب يسوع سيهجم على شخص المسيح وسيهجم على كلمة المسيح وسيهجم على صليب المسيح شوف الأديان اللي ضد المسيحية شوف البدع اللي طلعت من المسيحية بتركز على ثلاث أمور الكتاب المقدس هجوم عنيف شخص المسيح هجوم أعنف وعمل المسيح يعني هذا ما هو حادث الكل الكل معرض للوقوع في مكيدتهم و أنه الواحد يقع في فخاخهم مثلا اللي عنده أفكار غريبة إذا أنت عندك أفكار غريبة ومش مقتنع بالكتاب المقدس سدقني حتوقع فيهم اللي عندهم تشويش فكري اضطرابات نفسية اللي رفض المجتمع اللي رفض الكنيسة بسبب عثرة معين بسبب أمر معين فأنت عبدالدور على أي شي فأنت مستعد تقع وتأخذ الطعم اللي بيحاجي للتشجيع والتعضيض ودائما يعني عايش بالتكل على الناس ومحبة الناس ومثل ما قلت اللي بيحاجي للعواطف وأول ما يشوفه عندك عندك هذا العطش والجوع لا الواحد يعني يشبعك عاطفيا وهكذا يا مسكين لقمة سائغة سائغة في أفواهن عشان هيك أخي الحبيب أخت الفاضلة اشبع بالمسيح وخلي المسيح يشبع كل احتياج عاطفي ونفسي وروحي فيك ما تخلي إنسان كائنا من كان لأنك ستكون لقمة سائغة في فم إبليس اللي ما عنده هدف محدد بالحياة انت ما عندك هدف محدد طب هولي حي أدمو لك هدف فكرك هولي بأوروبا و بأمريكا و بإستراليا يروحوا ليحاربوا مع داعش هولي ليش راحوا فكرك ليش راحوا هولي أنه حياتهم فاضية ما عندهم هدف بالحياة ما عندهم شي يملى قلبهم و حياتهم سمعوا داعش والخلافة يلا خلينا نروح شي جديد في حياتهم فاضية و بلا هدف يلا خلينا نروح نجرب ونفس الشي هذه البدعة يا حبائي مستعدة تاخد هذا الأمر حكيت عنهم كتير خليني شوف شو الكتاب بيقول عنه الأحبائي و عن أمثالهم المخرج مشكورا هنمرأ على الآيات بسرعة أولا الرب يسوع حذرنا في السلايد الثاني إنجيل متى الرب يسوع في عظة الجبل يقول احترزوا يعني انتبهوا watch out من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يشتنون من الشوكي عنبا أو من الحسك تينا ونحن شفنا إنه كيف أتله أتلت بنته لأنه عم تعيقها من تقدمها في هذا الإيمان سمعت فيديو قبل ما إيجينا هون أحبائي واحد مبشر منهم وبحتين بنته بنته حتموت وعندها ابنة بإيده وبتقول انت كيف عم تعمل هيك فسألوا للصحفي قالوا are you a good father انت هل أنت أب جيد قالوا I don't need this أنا مش بحاجة أن أكون أب جيد أو جد جيد أنا المهم أني أبشر بكنيسة الله القدير بنته صارت تبكي يا حبائي هل الله الحقيقي يعلمنا أن نترك عائلاتنا ونذهب لكي نبشر بعقيدة يا حبائي الخادم إن لم يكن ناجحا في بيته أولا لن ينجح ولو نجح في الخارج هو أكبر فاشل هو أكبر فاشل كتاب المقدس يعلمنا بيتك أولا بيتك أولا وبعدين الخدمة وبعدين شغلك بعدين تطلع الشغل تطلع الخدمة لكن أول شيء زوجتي وأولادي بعدين كل شيء بيجي شأكيد لما بتحط الله بتحط الرب يسوع أولا في قلبك ستقع الأمور في نصابها الصحيحة ما بتقبل غالط سلايد الثالث الرسول بولوس يقول نفس العبارة التي استخدمها الرب يسوع احترزوا ويكلم هنا الرعاة في كنيسة أفاسوس الشيوخ والقصص احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه أهيب بإخوتي القصص والخدام والمعلمين الذين أتمنكم الرب على هذه الخدمة أحبائي لكي ترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه لأني أعلم يقول الرسول هذا أنه بعد ذهابي بعد ذهابي ماذا سيحدث سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية ومنكم أنتم وهذه الأسوأ يا أحبائي سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليشتذبوا التلاميذة وراءهم بعدها يقولون ها أنا قد حذرتكم سبقت فحذرتكم إذن علينا أن نحترز أحبائي علينا أن نلم بالكتاب وعلينا أن نعلم الكتاب ونحذر قطيع الرب من هذه الهرطقات اللي بعد الرسول يكتب لي غلاطية مؤمني غلاطية أني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر هذا مش إنجيل آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاكم من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة في حالة مؤمني غلاطية اجوا المعلمين الكذبة واليهود اجوا لحتى يهودوا المسيحية وعب يقولون أن هذا إنجيل جديد إنجيل آخر لا هذا مش إنجيل آخر وطلع بالخلاصة إن بشرناكم نحن أو ملاكم من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة وهذا اللي عم بيصير ببدعة كنيسة الله القدير اللي بعده يكتب الرسول لمؤمنيه رسالة مؤمني أهل كورنثوس ويقول لهم أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح والبساطة مش أنك تكون يعني ساذج أبدا البساطة أنك تركز النظر على المسيح وتثبت النظر على المسيح وأنك لا تعزم أن لا تعرف شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا فإنه إن كان الآتي اسمع يكرز بيسوع آخر وكنيسة الله القدير عم تكرز بيسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تأخذون روحا آخر شأكيد هذا روح الشيطان لم تأخذوه أو إنجيلا آخر وشأكيد هذا إنجيل آخر لم تقبلوه فحسنا كنتم تحتملون إذن يا حبائي هذه البدعة نظيرة أخواتها البدعة الأخرى بدعة شهود يهو أو السبتيين والمرمون واليسوع وحده وهذه البدعة نعم هي يكرزون بيسوع آخر يكرزون بإنجيل آخر ويأتون بروح آخر كمان بطرس كان له نصيب أحبائي من أن يحذر الإخوة المؤمنين إسلاد لبعض المخرج مشكورا ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة بالعهد الأديم كان في أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة حيكون فيكم كمان معلمين كذبة لأنه إبليس زرع زوان وسط الحنطة الذين يدسون بدع هلاك وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق الطريقة اللي حيرجع فيها الرب يسوع أحبائي مش مثل ما ادعت هذه المهرطقة والمبتدعة هذه المرأة الصينية وأتباعها كلا المخرج حيطلعنا سلايد كيف سيرجع المسيح سلايد اللي بعده بتعمل معروف ولما قال هذا الرب يسوع كان يتكلم مع تلاميذه في آخر يوم يوم الأربعين بعد قيامته من الأموات وكان يقول لهم ليس بعد هذه الأيام بقليل ستلبسون قوة من الأعالي متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أرشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان ونفهم أنه ملاكان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء بس بدي أخذ حقيقتين من هذه القصة من هذا الكلام كلام الملاكي إن يسوع هذا هو بعينه اللي سيرجع يسوع هذا بشحمه وبلحمه وتنتظر ابنه الذي أقامه من الأموات يسوع الذي سيقذكم من الغضب الآتي مش هيرجع في صورة شخص ثاني ولا إمرأة ولا رجل هو بشحمه وبلحمه هو بعينه الذي انطلق هو الذي سيرجع الأمر الثاني اللي بقدر بيغض من هذه القيات مع أنه فيها أمور كثيرة بس ليضيق الوقت بنفس الطريقة التي انطلق فيها إلى السماء أخذته سحابة عن أعينهم بذات الطريقة سوف يعود وهون المخرج حيطلعنا سلايد العاشر مشكورا هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوحوا عليه جميع قبائل الأرض نعم آمين حنشوف يوحنى حنرجع للسلايد السابع مع يوحنى لما بيقول أنه امتحنوا الأرواح أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله وبعدها بنفهم أنه الأرواح يعني جايين في الأنبياء الكذبة لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله كيف كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم وهكذا يا أحبائي روح ضد المسيح موجود اليوم في العالم وبمليار وستمائة مليون يقولون لا الله لم يأتي في جخص المسيح وهذا مجرد إنسان وهذه البدعة بدعة الله القدير كنيسة الله القدير تقول لا اللي حيجي مرة تانية مش هو المسيح اللي حيجي لكن حيجي في هذه المرأة الصينية أختم معكم أحبائي بالتحذير النهائي في سفر الرؤية آخر سلايد المخرج مشكورا سيطلع لنا وأنا أؤمن شخصيا وإيمان القلبي والعقلي أن هذا الكلام لا ينطبق فقط على سفر الرؤية لكن ينطبق على كل الكتاب المقدس لأني أشهده لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب فيك التطبيع هذا الكلام على أي بدعة على أي كنيسة على أي تعليم موجود يلي بيزيد على الكتاب المقدس هذا مرفوض وإله دينوني واللي بيحذف من الكتاب المقدس مرفوض وإله دينوني ودينونته مضاعفي أحبائي خذ هذه الكلمات وإيس عليها إيمانك أنت وين؟ هل إيمانك مبني على الكتاب المقدس فقط أم على الكتاب المقدس زائد بالإضافة إلى كتاب معين كتاب معين بالنسبة لكنيسة الله القدير عندهم كتاب الكلمة تظهر في الجسد بالنسبة للمورمون عندهم كتاب تبع جوزيف سميث بالنسبة للشهد يهوى عملوا ترجمي خاصة لإلن وكتب الرسل وراثرفورد والمهرطيقين تبعون السبتيين الكتاب المقدس وكتب ألان جي واي يسوع بدعة يسوع وحده والهراطقة وهكذا طب أنت الكنيسة التي فيها والتعليم التي فيها تقول الكتاب المقدس بس في عنا كمان كتب تاني أخي سمعين لازم مع الكتاب أبدا الكتاب والكتاب وحده بس الكتاب التاني إذا كان كتاب تفسير شروحات بيمشي مع الكتاب ويوافق عليه الكتاب عراسي وعيني بتحاول تفهم الكتاب من خلال شراح وشروحات ودراسات للكتاب المقدس وكتب روحية قيمة مستمدة من الكتاب المقدس على رأسه وعينه لكن لا لحتى كتاب يستبدل الكتاب المقدس ويضعه جانبا وتكون علاقتك مع هذا الكتاب الآخر إني أشهد من يزيد على هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب واللي بيحذف وبيشيل وبيقول لا هذا مش موحة به وهذا رمزي وهذا مش ممكن الله يقولها الكلام ويصير يحذف من الكتاب أنت ماذا تفعل أنت تحذف من أقوال نبوة هذا الكتاب فالله سيحدث نصيبك أحبائي الموضوع مهم وخطير جدا تليق اسماعيل يعني ضيعت وقتك وعملت حلقة طويلة عريضة ساعتين ونحن يعني هذا الأمور لا تهمنا ونحن أقوياء في إيماننا اللي بيقول هذا الكلام للأسف الشديد لا يبالي بإخوته اللي بعدهم مؤمنين صغار أطفال في الإيمان وهلأ ولدوا حديثا إلى عائلة الله اللي جاي من خلفية إسلامية وجاي على المسيحي فرحان وبيصدق أي كلام وأي شي فيه على المسيح والثلوث والصليب بيفرح فيه مظبوط ولا لا أنا بتذكر أول ما جيت للمسيح أي شي كنت أفرح فيه لكن بعدين لما ابتدت أقرأ الكتاب لا أصبح تميز لا أصبح تميز وأعرف شو اللي من الله وشو اللي مش من الله وأي شيء يتوافق مع الكتاب عراسي وعيني وما لا يتوافق مع الكتاب مش عراسي ولا على عيني أبدا لكن أيضا صلاتي أن يكون هذا الحلقة اليوم سبب علاج لمن انخدعوا بهذه البدعة أو بدعة أخرى أن تكون سبب تحذير لأشخاص آخرين مثل أخت الفاضلة نادية اللي اتصلت وتحذرت منهم وشعرت أنه في شي غريب مش مظبوط وعملت له اندريت واليوم أكد للرب أنه اللي عامته كان صحيح ربما لحتى أحبائي القادة في الكنائس يأخذوا خطوة في هذا المضمار وأن نخصص أوقاتاً للدراسة دراسة الكلمة ودراسة النبوة وكشف البدع نحنش أكيد لما بنعلم الصح المزيف حيبين بس لما بتطلع لك هيك بدعة وتضربك في وجهك فعليك أن تأخذ وقتاً لكي تفندها وتكشف تعاليمها وماذا يؤمنون وكيف يتعارضون مع الكتاب المقدس وتقدم التعليم الحقيقي وهذا مسؤولية الخدام في كل مكان أحبائي أعزائي المشاهدين أتيت إلى ختام هذه الحلقة صلوا لأجلي كما أصلي لأجلكم وصلاتي أننا جميعاً نحتكم إلى الكتاب ونرجع إلى الكتاب إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر الرب يسوع سوف يأتي عما قريب سوف يأتي أولاً في الاختطاف لكي يأخذ كنيسة مستعد هل أنت من الكنيسة؟ تلقى إسماعيل أنا أتبع الكنيسة الإنجلية والكنيسة الفلانية والكنيسة الفلانية هذا من السؤالي هل أنت عض في جسد المسيح؟ هل سكن فيك روح الله القدوس؟ هل تبت عن خطياك وغسلك المسيح بدمه؟ هل أتيت وقلت له اللهم ارحمني أنا الخاطئ؟ صلاتي إنك تكون اليوم اليوم بتسلم قلبك للمسيح وتقبل للمسيح رباً ومخلصاً لخطيات وتوب وتعيش حياة القداسة حياة الغرض حياة المعنى وتؤدي المهمة التي من أجلها أوجدك الله هنا وحيجي المسيح ويأخذنا سرياً مجيء سري أخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً وبعدها بحوالي سبع سنين سوف يرجع المسيح مستعلناً بالمجد والقوة كما يخرج البرق من المشارق إلى المغارب هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان تظهر علامة ابن الإنسان سوف يأتي مع السحاب وتراه كل عين وكل ركبة ستخضع له وتركع له وتشث له وباسمه سيعترف الكل أنه رب لمجد الله الآب إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى أعزائي المشاهدين الرب معكم